ونحن بدولة الكويت وإدراكا مننا بأهمية فئة الشباب ودورهم المحوري في بناء كويت المستقبل أنشأنا وزارة الدولة لشؤون الشباب في عام 2013 والتي تعمل على تمكين فئة الشباب وتحسين وتطوير قدراتهم من أجل مساهمة الفعالة في المجتمع مع نشر مفهوم السلام والتسامح لديهم هذا وقد تم تسمية دولة الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017 وتحت شعار هنا الشباب يشكل انتشار الصراعات كذلك في أجزاء كثيرة من العالم عقبة أخرى تعوق المساهمة الإيجابية للشباب في الحفاظ على السلم والأمن وتعزيزهما فالمنطقة العربية التي وللأسف تشهد عدد من الصراعات الأكثر حدة يواجه عدد كبير من شبابها تحديات تشكل عقبة أمامهم لتحقيق طموحاتهم